السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم وفي الفيديو ده هنتكلم عن دي بروين نجم فريق منشستر سيتي اللي يعادل رقم الاسطورة زين الدين زيدان في بطولة دوري ابطال اوروبا نخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا زي النجم دي بروين عادل رقم الاسطورة زين الدين زيدان في دوري ابطال اوروبا فسجل دي بروين لاعب فريق منشستر سيتي هدف في شباك ريال مدريد في المباراة المقامة خلال دور نصف نهائي من دوري ابطال اوروبا مباراة الزهد وجاء هدف دي بروين في الديئة 67 من عمر المباراة من تزديدة ساروخية من خارج منطقة الجزاء وهدف دي بروين جعله يصل الى 14 هدف في بطولة دوري ابطال اوروبا عشان يتساوى مع نجم منتخف فرنسا وفريق يوفينتوس وريال مدريد وغيره من الفرق اللي لعب ليها زين الدين زيدان كما ان دي بروين سجل 6 اهداف مع فريق منشستر سيتي في اخر 6 مواجهات للفريق بالاضافة الى ان كيفين دي بروين اصبح اول لاعب يسجل ضد ريال مدريد بعد 413 ديئة في دوري ابطال اوروبا وكان اخر هدف تلقاه ريال مدريد هدف النجم المصري محمد صلاح في زهاب دوري 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده اللي كان بيتكلم على ان دي بروين بيعاد الرقم الاسطورة زين الدين زيدان في بطولة دوري ابطال افريقيا ففي النهاية نتمنى التوفيق لنجم منشستر سيتي وفريق البلجيكا بدمام التوفيق والنجاح في الفترة القادمة كيفين دي بروين طبعا زي ما كلنا عارفين ان هو من اهم لاعب فريق منشستر سيتي في الفترة الاخيرة سواء في الدوري الانجليزي او في بطولة دوري ابطال اوروبا فهو صانع العاب من طراز فريد وهداف كبير جدا عند فريق منشستر سيتي دايما بيجيب اهداف مهمة جدا لفريق منشستر سيتي وهو من اوراء الربحة اللي دايما بيعتمد عليها المدير الفني بيب جوارديولا فهو من اللاعبين اللي موجودين في قط النص اللي بيقدوا اداء اكتر من رائع في المباريات اللي بيشاركوا فيها طبعا كلنا عارفين ان النجم الكبير كيفين دي بروين كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج من بطولة كأس العالم الماضية من دور المجموعات ولا احد ينكر ولا احد ينسى ان احنا منتخبنا الكبير قدر يفوز على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في مباراة كانت قبل بطولة كأس العالم دي الوقت التحضيري لبطولة كأس العالم وقدر ساعتها نجمينة المصري مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجي ان هم يسجلوا هدفهم في هذه المباراة التاريخية اللي قدر فيها منتخب مصر ان هو يفوز على منتخب بلجيكا في اخر المباريات اللي كان بيلعبها فريق بلجيكا قبل مباريات كأس العالم وطبعا بلجيكا في هذا الموسم وفي هذه البطولة ادى اداء سيئي جدا وزي ما قلنا ان هو خرج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين فنتمنى التوفيق لكيفين دي برويم في الفترة اللي جاية هل هيكمل مع فريق منشستر سيتي ولا هيطرق منشستر سيتي ويروح لنادي تاني ده اللي هتبينه الايام القادمة وهل هيقدر فريق منشستر سيتي في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي في هذا الموسم مع العلم ان فريق منشستر سيتي بقاله اكتر من ثلاث مواسم بيفوز بالدوري الانجليزي ولكن دايما كان بيصرع فريق ليفربول ولكن في هذا الموسم بيصرع فريق ارسنال وفريق ليفربول بعيد كل البعد على المنافسات في هذه البطولة وبيلعب على المراكز للدوري الاوروبي او بطول الدوري ابطال اوروبا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين اشتركوا في القناة